حق ولاء لازم يرجع ده الهاشتاج اللي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي واشعلها واشعل حسابات الفيسبوك وتويتر وباقي المواقع خلال اليومين ثلاثة لفاته مين ولاء؟ ولاء هو الرجل الزوج الصيدالي اللي سقط من شرفة شاقته في الدور الخامس في حلوان والحقيقة ان الواقع وقع صعبة اوية هذه صورة ولاء الله يرحمه دكتور ولاء الواقع صعبة اوية لانه الاسرة ولاء بتتهم زوجته وشقيقها ومجموعة من الاصدقاء هم في اتهمهم اسموهم بالبلطجية انه هم قيدوا ولاء وعذبوه وحبسوه وادوا الى مصرعه او الى قتله القصة كما وردت في التحقيقات حتى الان انه ولاء بيشتغل في السعودية ورجع في اجازة من عمله وكان فيه مشاكل بينه وبين مراته فتم استدعاءه من قبل اهل امراته علشان يعدوا ويحلوا المشاكل دي ففوجئ لما راح لبيت الزوجية بامراته واخوها وثلاثة من اصدقائهم موجودين ثم بقى حاولوا ان هم يعتدوا عليه وحاولوا ان هم يرهبوا بدنيا ونفسيا وحاولوا يخلوه يمضي بالاكراه على تنازل عن ممتلكاته وعلى انه يطلق زوجته بالاكراه بالعافية فحصل بقى ما حصل ان صحت هذه الادعاءات وان صح هذا الاتهام فاحنا قدام واقعة مؤسفة الحياة طبعا انا هنا لا اتدخل في تحقيقات النيابة واهل زوجته واهلها واللي كانوا موجودين وحاضرين في الواقعة محبوسين الان قيد التحقيق وقيد الاتهام فانا مش هتدخل في الواقعة كتحقيق وملابسات لكن انا هتكلم عن الرسائل والاشارات اللي في هذه الواقعة اللي الحقيقة اتكررت باكتر من شكل ما ماقولش بنفس الشكل ونفس الملابسات بس اتكررت باكتر من شكل خلال الفترة الاخيرة وكلها تندلك تحت عنوان واحد وهو العنف العنف الاسري او العنف المجتمعي اللي بياخد اشكاله ومظاهر الحقيقة بعيدة عن ثقافتنا وبعيدة عن اسلوبنا وبعيدة عن حياتنا كمصريين احنا المصريين معروف من زمان ان احنا بنميل بفطرتنا وغريزتنا السليمة النقية الحلوة بنميل الى حل الخلافات والمشاكل دايما بالحسنة بالحوار بالتسامح ان انا سيب شوية قدامي سيب شوية عشان المركب تمشي الامثال الشعبية اللي هي كانت نتاج الحكمة المصرية في حل خلافاتنا ومشاكلنا للأسف شوية بشوية الموضوع بيتحول الى اخذ شكل من اشكال العنف في حل المشاكل وده مؤشر خطير انا ما بقولش ان يتحول الى ظاهرة بس انا بحذره عشان ما يتحولش الى ظاهرة بقينا نستسهل العنف نستسهل العنف زي الحوادث اللي حصلت من شهور بتاعة ولد عايز يرتبط ببنت رفضته فاول حاجة تيجي في تناغه انه يتخلص منها بدل ما يشوف هي رفضته ليه او يقول عادي جوازه اللي ارتفاده اسمه ونصيب احاول ادور على نصيبي مع واحدة تانية لا ازاي ترفضني لازم انتقم منها ابحثوا عن مبرر العنف ابحثوا عن جزور العنف جوه شبابنا وجوه ولدنا ودلوقتي جوه مجتمعنا لان اللي حصل ده من ناس كبيرة هم الشباب صغيرين يعني ايه مشاكل بين زوج وزوجة كان زمان يقولك هات حكم من اهلها وحكم من اهله يقعدوا ويصطفلوا ويجيب الناس العقلة دلوقتي بيجيب الناس العقلة عشان يمارسوا عنف عشان يبلطجوا عشان يمضوا بالعافية على ممتلكاته او يجي طلق بالعافية معندوك المحاكم ولوليكوا حق خدوه ومحكمة الاسرة مليئة بألاف القضايا اللي فيها خلافات ما بين زوج وزوجة بيحتكموا للقضاء والقانون وكل واحد يجيب له الحقه لكن اجيب حق بدراعي وبالعنف وبالارهاب وبالبلطجة حيبقى مجتمع غاب وساعتها حيضيع حقي ده لو كان ليه حق حيضيع حقي لو كان ليه حق لان اخذ الحق صنعه فانا ارجو ان احنا نبتلين نفكر ونراجع نفسنا احنا ليه بقينا ميالين للعنف كأسهل اوبشن كأسهل اختيار نفكر مرة واثنين وثلاثة واربعا ان انا مش بس كده مضايا حقي لا ده انا بعرض نفسي كمان ان انا ابقى تحت طائلة القانون ده بخلاف طبعا بقى ان ربنا هيغضب مني لان مش دي الطريقة اللي حبها ربنا الحسنة الحسنة هي اللي بتبقى عاشلوهم بالمعروف وسرحوهم بالمعروف وخلوا دون الوقت الهدف هو ان انا ابقى محترم وقت ما برتبط ومحترم وانا بفق الارتباط يا رب نعيد نفكر واسدت الاجتماعي يبتدروا يبحثوا ويشوفونا حلول ازاي ننزع فتيل العنف ده اللي بيزيد جوه مجتمعاتنا